السلام عليكم متتبعي القناة مرحبا بكم في الصفحة 117 الكتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني الأسبوع الرابع والعشرون نضينا اليوم الكتابة الإنتاج الكتابي كتابة المسودة الأولية المؤقتة الحصة الثانية من الكتابة أستعد لكتابة المسودة بمفرده يعني أستعد لأن أكتب مسودة لوحدي يعني بمفردي أولا أحدد اختياري اختيار ماذا؟ اختيار الصورة أو الرسم الذي سوف أقوم بكتابة المسودة عليه إذن هل أختار العصفور والفراشة؟ هل العصفور يلاحق الفراشة ليصطابها؟ أم أختار التعلب تعلبوه الأرنب؟ كذلك التعلب يريد صيدة الأرنبي فهو يطارده كذلك إذن لدينا رسمين يبين كل رسمي يبين أن حيوانا يطارد الآخر لكي يستاله إذن نحن سنختار الثعلب والأرنب إذن سنقوم بلوين إذن هم في الغابة ويريدوا التعلبو السيادة الأرنبي الأرنب سأقوم بها ذلهم الثعلب سأختار له هذا اللون الثعلب فهو ماكر يعني استعملوا المكر في الصيده هذه قيمة هذه أحجار قيمة هذه أحجار قيمة هذه أحجار قيمة هذه الأحجار بعد منظرا جميلا ويظهر لنا الحيوانات في هذا الرسم الذين تعلم ويتميز بالمكر يريد استياذة فريسته لي الأرمب ثالثا أكتب فقرة لخط واضح إذن أكتب فقرة عما دعا ما يجري بين الثعلب والأرنب إذن ما كتبناه عن الثعلب والأرنب كان أرنب يعيش في الغابة مع أسرته ولا تسمح له أمه بالخروج لوحده إذن هذا الأرنب كان في الغابة مع الأسرة ديرو لكن أمه تحذره وتمنعه من الخروج لوحده لماذا؟ خوفا من مكر الثعلب يعني تعلم بأن الثعلب ماكر وأن ابنها دازل صغيرا فقد يحتال عليه الثعلب ويأكله وقلة خبرة الصغيرا كذلك أنه ليس له خبرة ولا يعلم به مكر الثعلب وفي لحظة غفلة خرج الصغير يلهو ويلعب يعني غفلة أمه وأبوه عن فخرج الصغير من الجحر يلهو ويلعب حتى أبصره الثعلب فالثعلب يتجول في الغابة بحثا عن ما يأكله إذن فأبصر الأرنب الصغير يلعب ويلهو فأخذ يتربص به ويتحين الفرصة إذن فأخذ يتربص حتى يقترب منه فينقض عليه لكن أمه جاءت في الوقت المناسب إذن من في الوقت المناسب أن أم ديالو انتبهت على موجود ابنها في الجحر فخرجت تبحث عنه فوجدته يلهو ويلعب بينما الثعلب يتربص به وفرت مع ولدها إلى الجحر يعني حدرته بسرعة وذهبت هي وابنها ودخل الجحر قبل أن ينقض عليه الثعلب إذن كان الرب يعيش في الغابة مع أسرته ولا تسمح له أمه بالخروج لوحده خوفا من مكر الثعلب وقلة خبرة الصغير إذن هنا يكون لدينا قلة الخبرة وما يكون لدينا نعرفه بالمخاطر إذن عندما تحدرنا أمنا أو أبونا مثلا من الذهاب إلى مكان يعني مجهول أو الذهاب إلى مكان إلى غير ذلك بمفردنا فيجب الإحتيار يعني أن نسمع كلام آبائنا لأننا ليست لنا خبرة في ذلك وفي لحظة غفلة خرج الصغير يلهو ويلعب حتى أبصره الثعلب فأخذ يتربص به ويتحين الفرصة لكن أمه جاءت في الوقت المناسب وفرت مع ولدها إلى الجحر لأن نمر إلى القراءة المشتركة هذا جمل صبور هذا الجمل فهو يصبر على العطش وعلى تحمل المشاق لا يتعب يعني لا يصيبه التعب لا يعطش كذلك لا يصيبه العطش لا يجوع كذلك الجوع ماءه في بطنه الماء ديالو في بطنه وطعامه في سنامه في الصحراء مسكنه يعني يسكن الصحراء وتحت حر الشمس مجلسه يعني يجلسه تحت حر الشمس وفي الواحات مورده إذن إلا شنانا فهذا السنام لك يكون عد الجمل فيه يخزن الدهون لك الدهون منها يتغدى لساعات أو لأيام إذن الجمل صبور الجمل من أوصافه أنه صبور يصبر على العطش والجوع وتحمل المشاق هذا جمل صبور لا يتعب لا يعطش لا يجوع ماءه في بطنه وطعامه في سنامه في الصحراء في الصحراء مسكنه وتحت حر الشمس مجلسه وفي الواحات مورده ترجمة نانسي قنقر